طيب جزئية تانية وية متعلقة بقايمة الاهلي في كأس العالم للاندية كل الناس اكيد مستنية النهاردة في منتصف الليل وبعد الساعة للسانية عشر من مسائل الليلة او مسائل اليوم الاهلي بالتأكيد هيسجل القايمة النهائية على سيستم الاتحاد الدولي فيفا وية القايمة المختصرة لتلاتة وعشرين لاعب من ضمنها تلات حراس صامر الاهلي سافر بتمانية وعشرين لاعب وبالامس كان في اكتماع مهم جدا بين الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني بقيادة تمارس القلر للاستقرار على شكل القايمة النهائية قبل ارسالها للاتحاد الدولي الاهلي مسافر بتمانية وعشرين يبقى بالتالي في خمسة هيكونوا زيادة عن القايمة النائية سهل جدا ان احنا ممكن نتكلم ونقول من الخمسة ولكن اكيد مهم جدا ندي المساحة لاصحاب القرار ان هم يعنونوا ده النهاردة ومسائل اليوم بعد التسجيل القايمة بشكل نهائي ولكن انت مثل لو بصيت على القايمة عندك اربع حراس مرمى بالتأكيد في حارس منهم هيخرج نفس الفكرة في خط الدفاع انت بتتكلم ما يقرب من حوالي مثلا تسع لعشر لعيبة فممكن يخرج لاعب او اتنين وسط الملعب بتتكلم مثلا ان في عدد كبير جدا من لعابي خط الوسط والاجنحة في الخط الامامي ممكن يخرج منهم اتنين لعيبة وفي الخط الوجوم عندك كهرباء وشادي حسين ومحمد داشري فبالتالي نترك الحرية للجهاز الفني مساء اليوم للاعلان عن القايمة بشكل نهائي عاقب تسجيلها على موقع الاتحاد الدولي انبارح كان في اجتماعات مهمة جدا من مسؤولي الفيفا مع بعسة فريق النادي الاهلي الهدف من الاجتماع في البداية كان ترحيب من جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لكل بعسة فريق النادي الاهلي وقدامكم على الشاشة هي اللقطات الخاصة والحصرية لاجتماع ممثلي الفيفا مع النادي الاهلي يمكن قدامكم المنصق العام لمباراة الاهلي اوكلاند سيتي وايضا كمان مسؤولي التسويق من الفيفا اللي يحضروا او اتكلموا مع الاهلي مبارح بخصوص ابرز الامور التنظيمية الاجتماع بدأ بكلمة ترحيب من جياني انفنتينو ثم بعد كده كان فيه توضيح للنظام البطولة الكلام على قواعد اللعب النظيف الكلام على الامور المتعلقة بالمنشطات والعقاقير المحزورة وكمان كان فيه رسالة من المنصق العام ومسؤولي التسويق لبعسة النادي الاهلي لو فيه اي شكوى لقدر الله لو فيه شخص ممكن نوجه لك اي خطابة قراهية كل الامور دي على طول تبعت ايميل للفيفا اذا كانت فيه اي مشاكل ممكن تواجعك لكن طبعا كل الامور دي اكيد يعني مش موجود احنا بنلعب في بلدنا التاني مع الاشقاء في المغرب والامور كلها الحمد لله بتسير بشكل رائع جدا قدامكم على شاشة على فكرة ده الجانب التنظيمي المتعلق بالجانب الاداري يعني انت مثلا هتتحرك من الفندق ورايح على ملعب المباراة العربيات المسموح بيها اللي هي تدخل لملعب بطنجل اللي هيستضيف مباراة الاهلي واوكلاند سيتي كمان كان فيه اجتماع مع الجهاز الطبي كان فيه اجتماع مع الجهاز الاداري ومن ضمن التفاصيل اللي اتكلم فيها المنصق العام وهي قدامكم طبعا المنصق العام للفيفا ومسؤولي التسويق في مباراة الاهلي واوكلاند سيتي انها هتكون فيه كاميرات للاتحاد الدولي ده جانب تسويقها هتكون موجودة في غرف خلع الملابس الكاميرات دي بتنقل بعض الكواليس من غرف خلع الملابس وديها دم استخدامها بالمناسبة في كاس العالم في الدوحة فيفا قطر عشرين اتنين وعشرين فيتم استخدامها ايضا في المغرب كاس العالم طبعا ممكن الجهاز الفني ينزعج شوية من فيه كاميرات موجودة وكاميرات سابتة جوه غرفة خلع الملابس ولكن طبعا مش هيكون فيها بعض التفاصيل الفنية بياخدوا منها بعض الهاي لايتس كده بيتم استعراضه قبل انطلاق المباراة او حتى ما بين الشوتين لو الاسيديوهات التحليلية للقنوات النقلة للبطولة ممكن تستعرضها خلال البطولة وده جزء تسويق الفيفا بيحاول يستغل كل التفاصيل اللي في البطولة عشان الناس تتفرج وتشوف تفاصيل كبيرة ومهمة جدا كنحية تسويقية لكاس العالم للاندية